اقامت في كلوب ديبان؟ نعم وبعدها انتقلت من يقيم في كلوب ديبان؟ لا فهمت السؤال اقتمت عشر سنوات حتى بعد تنحياتك من وزير قعت في كلوب ديبان؟ قلت لك عشر سنوات ما قعت عشر سنواتنا في كلوب ديبان عشرة هل من أحقيك تقعد في إقامة الدولة عشر سنوات؟ من حقي والعمل أن يفعلوني وانا رحلوني. اه. كيفاش يقول لهم رحلوني. اه انت انت امور منطقية. انا كن ماذا بيا نزادوني. في كي يجيوا ويخرجوني. بديت نجري بالمعارف باش يجي دوني شوية. ما زينا نقول لك حاجة. كيف كان عندكم في كلوب ديبا؟ خليني نقول لك. الله تقول لي وش كان عندكم في كلوب ديبا من مزايا؟ كلوب ديبا واشنو في المزايا؟ آه. كي تكون وازير. كي تكون وازير. خلينا من ناحية الامنية. شاب انا كتلق. كلوب ديبا من ناحية الامنية كوزير كوزير مزايا بريستيج شوف اكيد الواحد اقامة الدولة ما كاش حتى الصحفيين كانوا يسكنوا في كلوب ديبا كانوا يسكنوا في الوتال والشافتهم كانوا في موريتي صح؟ نعم ايه ما شيف في كلوب ديبا كيف كيف موريتي خلوا كلوب ديبا الرئيس كان في موريتي الرئيس بجنب الرئيس انا لا ادافع من سكنة الصحفيين في موريتي او كلوب ديبا كل واحد كانت هناك اجراءات امنية ثم هناك من بقي هناك وهناك من اخرج من هناك وهناك من الصحفيين حتى الذين كانوا مهددين امنيين لم يقيموا في كلوب ديبا لم نقيم في كلوب ديبا يعني انتم اقمتم في كلوب ديبا وش كان عندكم مزايا معدى الناحية الامنية باك تقوم في كلوب ديبا ركع على عاتق الدولة الماء والكهراباء والغاز على عاتق الدولة اذا اذا واقع والناس قاعد تعرفوا عليش ركي شي عادي شي عادي ركي وزير الجمهورية نقول لك حاجة قبيل لك قلت لي علي لي ويكيند والله ويكيند ما عقبته مع ولادي والله انا حرف لك كانت في اذيك ازمة سياسية مكاش اه الخميس والجمعالي ما نجوزوش في الولايات في الحملة الانتخابية في التحسيس تعال المواطنيين في انا مشي باطل مشي باطل مشي باطل مشي جهاد في سبيل الله ولا في سبيل الوطن اه شوف النظال كان نظال كان نظال كان نظال سياسي ومنصب وزير شوف شوف انا انا دايما يوصفوني مكونش تروح في الكار ولا تقعد نهار كامل واقف يعني الله يبارك ما شاء الله في اه موكب واجيروفار نا سامحني وحارس و اه انت حبيت تروح انا يا من لبانان هي باش نحق القصر للحكومان دير ربع سوايا لا باش ما تعياش انا قلت لك هذا ما كان ايه ايه يعني ما كوش تتعب بزعف تتعب 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 ياني والله شوف سيب النوار اه ترح تلقي خطبة سياسية خاصة دال افلاد يعني تسكت بيها الغاشي وتصفقه وتعب كبير اه لي روح للسياسة الا باش ما عندوش طموح كل جندي لي دخل فالارمي ما عندوش طموح باش يلحق جنرال يقولوا اروح لدار كتاين معدكك طموح لي دخل في السياسة و ما عندوش هدف باش يلحق وازير يروح يدير حاج اخرى طبيعة الحال انا ندير سياسة نحبه المنصب وش حبيتني ندير سبيل لا جمع سبيل انا انا انظل باش تتفيق شكرا